السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا اعزائي التلاميذ اعزائي المشاهدين اعزائي المشاهدات دائما في اطار الشرح بالتفصيل ما يمكن تركز عليه في هذا الدرس اللي هو الدرس المناعة النوعية او ما نسميها بالمناعة المكتسبة اعزائي التلاميذ نحاول تركزه معي مزيان لانه قد نحاول نشرح بالتفصيل كل كلمة وكل ما يأتي في هذا الدرس المرجع من سبيل المناعة النوعية نقصد بها المناعة المكتسبة اذا هنا المناعة النوعية ضد المناعة الطبيعية وضد المناعة الغير نوعية اذا المناعة النوعية كذلك عندها جوج اسمه المناعة النوعية هي منعة مكتسبة لماذا تسمى مناعة نوعية هنا لانه موجهة ضد نوع واحد نوع واحد من الجراتين مكتسبة لأنها يتم اكتسبها الإنسان أو جسم الإنسان يعني بعد حدود الإصابة أو يتم اكتسبها يعني منذ صغري يعني بالتالي هنا عند عبر التلقيح أو عبر يعني المناعة المكتسبة يكتسبها عند تلقيح إلى غير ذلك إذن على بركة الله يعني بعض النقط اللي يجب التركيز على هذا الدرس للمناعة النوعية هي أولا أن المناعة النوعية فهي تنقسم إلى قسمين المناعة النوعية ذات مسلك خلطي كما تشوفوا على المسلك الخلطي ثم المناعة ذات مسلك خلوي أولا سنبدأ المسلك الخلطي هذا المسلك الخلطي أولا لماذا يسمى الخلطي لأنه فيه يتم متدخل اللنفاوية B إذن لدينا نوع من الكورايات اللنفاوية جوج الأنواع لهي اللنفاوية B واللنفاوية T في حالة تدخل لنفاوية B نتكلع من مسلك خلطي وفي حالة تدخل لنفاوية T نتكلع من مسلك الخلوي إذن اللنفويات B نتكلم عن المسلك الخلطي وتدخل اللنفويات T نتكلم عن المسلك الخلوي إذن بنسبة المسلك الخلطي تدخل اللنفويات B وهي المسؤولة عن إنتاج بعض الأسلحة التي تسمى بمضادات الأجسام وهذا مضادات الأجسام سنعرفه كذلك فهي عبارة عن بروتينات يتم إنتاجها من طرف الكوراية اللنفويات B إذن مضادات الأجسام تكون على شكل إغري ورغي تشوفها في الدرس ديالكم إذن مضادة الأجسام يتم منتاجها من طرف اللنفة ويتبئ وتخزينها في الدم إذن خاصية الاستجابة المناعية الخلطية ما هي الخاصية ديالها أنها يتم التدخل مضادة الأجسام للقضاء على العناصر الأجنبية وهي مولدات مضادة للجارة يعني تتبيتها وتتبيت المفعول ديالها والقضاء عليه بالنسبة للمسلك الخلوي كما قلت سابقا هو تدخل لنفاوية T وهذه لنفاوية T فهي تنقسم إلى لنفاوية T4 ولنفاوية C القاتلة وتويت إذن دور لنفاوية T لماذا تسمى T لأنها تكسك قاتلة إذن دور لنفاوية T فهي مسؤولة عن تدمير الخلايا المعفنة والخلايا السرطينة في حالة وجود خالية سرطينية أو معفنة داخل الجسم لا يمكن لنفاوية B أن تدخل فهي مسؤولية لنفاوية T يعني T السي المسؤولة عن تدميرها والقضاء عليه بالنسبة لخاصية الاستجابة المناعية الخلاوية فهي تدخل كذلك الذاكرة المناعية لماذا؟ في حالة حقن يعني أي مولد موضى في المرة الأولى وإعادة حقنه مرة ثانية بعد مرور شهور أو سنوات يتم التدكير يتم إنتاج تدخل مضادات الأجسام أو إنتاج مضادات الأجسام بشكل كبير دليل على أن الجسم يتم تخزين مضادات الأجسام للقضاء على أي مول مضاد قد سبق أن تعرف عليه الجسم وبالتالي نتكلم أن الجهاز المناعي له ذاكرة مناعية يعني يستطيع تعرف على أي عنصر أجنبي قد سبق أن دخل إلى الجسم ثم هنا فقرة أخرى في هذا الدرس المناعية هي ما هي الأعضاء الجهاز المناعية الأعضاء التي يتم تخزين فيها أو إنتاج فيها اللمفوية B و اللمفوية T أولا كين النخاع العظمي هذه واحد تاقانة يعني واحد لقشلة فشك يتم إنتاج اللمفوية B و اللمفوية T لكن بالنسبة لهذه اللمفوية B يتم إنتاجها على المستوى النخاع العظمي ولكن تكتمل أو تكمل نطجها في العلفي الغدة السعتارية ثم يتم كذلك اللمفوية B قد نجدها و اللمفوية T في العقد الدفاوية ثم يعني في اللوزاتين لغير ذلك ثم الطحان فهو عضو كذلك يتم تخزين فيه اللمفويات وبالتالي في الثقرة الأخيرة يعني التعاون الخلوي يتم التعاون الخلوي بين اللمفوية B و اللمفوية T و البلعمية في حالة وجود أي جرط خطير خطير جدا عن الجسم في حالة لم تستطيع يعني فشلت المناع النوعية والمنع الطبيعي والمنع النوعية هنا يتدخل يجب التعاون بين هذه العناصر الثلاثة هي اللمفوية B و T وكذلك البلعمية القضاء عليه وهذا ما يسمى بالتعاون الوطني التعاون أفوان الخلوي إذن كما عرفتوا في بعض المصطلحات لهو الداتي و غير الداتي ما معنى الداتي يعني كل ما هو إذن كل ما هو داخل يتمي لدات الجسم يسمى داتي أما الغير الداتي هي العناصر الجسمي إذن المضادة الجسم فهي عناصر داتية أما الجرطوم أو بكتيريات أو أي عنصر أو مولد مضاد يريد الدخول للجسم فيسمى يعتبر الجسم كغير داتي تعريف الاستجابة المناعية النوعية الخلطية والخلوية إذن الاستجابة المناعية الخلطية هي الاستجابة التي من خلالها يتم متدخل لنفاوية B بإنتاجها لمضادة الأجسام القضاء على مولد مضاد أما الاستجابة المناعية الخلوية تعريف ديالها فهي الاستجابة النوعية التي من خلالها تتدخل لنفاوية T والتي تتقاسم إلى لنفاوية T قاتلة التي تقضي على الخلال المعفلون السرطين بواسطة T وما تكلمش هنا على لنفاوية التربعة لأن لنفاوية التربعة فتتدخل في حالة وجود فيروس يعني VH لأن التربعة هي التي تنشط الجهاز المناعي في حالة القضاء على تربعة يتمو يعني أن الجهاز المناعي فقد يموت وبالتالي يتمو ضعفه وبالتالي يموت إنسان ثم تحويل أو تحديد المرحل والعنص المتدخل في إيجابة النخلطية والخلوية قلنا ثم استخلاص مفهم الذاكرة لما قلت أن أي عنصر أجنبي دخل سبق الجهاز ما تعرف عليه فهو يستطيع إنتاج له مضادة بالنسبة كبيرة في المرة الثانية والقضاء عليه لأنه تعرف عليه سابقا لأن الجهاز المناعي يتميز بذاكرة مناعية قوية ثم ما يسمى بعد تعريف مولد المضاد هو كل عنصر أجنبي غير ذاتي يعني عن الجسم وبالتالي هذا ما يسمى ما يمكن التركيز عليه في هذا الدرس المناعي النوية وحد سعيد للزميل